شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدوره بإذن الله تعالى حول فضيلة من أمهات الفضائل الأخلاقية التي نحتاج إليها جميعا في حياتنا الشخصية وحياتنا العائلية وحياتنا الاجتماعية بل يمكن أن نقول إن هذه الفضيلة مفتاح رئيسي من مفاتيح السعادة في الحياة وهذه الفضيلة هي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى نتحدث حول هذا الموضوع ضمن أربعة محاور المحور الأول المحور الأول مفهوم المحور الثاني مجالات الرضا المحور الثالث معطيات الرضا المحور الرضا المحور الرابع الطريق إلى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى المحور الرضا ولكن قبل أن ندخل في الموضوع نتلو رواية مروية عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الرواية وردت في كتاب مرآة العقول المجلد الثامن الصفحة الثانية الحديث الثاني سند هذه الرواية الكلين رحمة الله تعالى عليه لا يحتاج إلى توثيق فوق التوثيق عن عدة من أصحابنا في العدة التي يذكرها الكلين في الكافي هناك بحث طويل مذكور في علم الرجال من هم هؤلاء العدة ونكتفي بالإشارة إلى كلمة واحدة في هذا المقام وهي ما نقله مراد بهؤلاء العدة فلان وفلان ومن جملة هؤلاء الأفراد علي بن إبراهيم القمي وعلي بن إبراهيم ثقة جليل بلا إشكال فإذن أحد هذه العدة لا كل عدة علي بن إبراهيم عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله هذا هو البرقي الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي وهو ثقة عن أبيه محمد بن خالد البرقي وهو ثقة عن حماد ابن عيسى ثقة عن عبد الله أحمد بن مسكان ثقة عليث المراد ثقة فهذه الرواية هي رواية صحيحة بلا إشكال رواية ولو تضمنت هذه الرواية حكما فقهيا لكانت هذه الرواية معتبرة من الناحية الفقهية عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله نتحدث حول الرضا بالقضاء ضمن أربعة محاور المحور الأول مفهوم الرضا هناك فرق بين مفهوم الصبر ومفهوم الرضا الصبر يعني الهيمنة على الذات وفق ما تتطلبه الضوابط الشرعية والعقلية عندما يمر الفرد بمعصية نفسه تحاول أن تقتحم هذه المعصية الصبر يعني يهيمن على ذاته فلا يقتحم امرأة أجنبية تمر إن أبصار هذه هذه الفحول طوامح واحد يعجبه يتطلع على الأعراض هذه حالة مترسخة في الأعماق الصبر يعني عندما يمر على هذه المعصية يكبح ذاته فلا يمر ولكن الرضا يمثل يمثل مرحلة متقدمة على مرحلة الصبر الرضا يعني كما يقول بعض العلماء أن ترتاح لواقعك القائم مرة ما إلك طريق ما إلك حيلة فما حيلة المضار إلا ركوبها يستسلم للواقع القائم صبر ومرة يرضى بالواقع القائم يرتاح إلى الواقع القائم يبتهج بالواقع القائم هذا هو الذي يطلق عليه الرضا بالقضاء المحور الثاني مجالات الرضا الشيء الذي يبدو لنا في بادئ النظر والله أعلم بحقيقة الحال طبعا نذكره على نحو الإجمال أن مجال الرضا هو مجال الحتمية إذا كانت هنالك حتمية ترضى وإن لم تكن هنالك حتمية لا ترضى لتقريب الفكرة نمثل بهذا المثال تاجر خسر في تجارته سقط أمواله أكلت الماضي يمثل الحتمية إذا كل القوى الكونية الطبيعية تريد أن تعيد عقارب الساعة لحظة واحدة إلى الماضي هذا مستحق عقارب الساعة لا تعود لحظة واحدة إلى الماضي فما مضى هذا يمثل بالنسبة إليكم حتمية مطلقة ترضى تاجر خسر في تجارته لا نتكلم حول المستقبل نتكلم حول الماضي يتآكل في داخله لماذا خسرت رجل سقط من شاهق وكسرت رجله كان واحد رايح لتسلق الجبال شاب قبل أعوان سقط من الجبل وأصيب نخاعه فشل شلال نراه في بعض الأحيان هذه السقطة التي حدثت إذا جميع قوى الكون الطبيعية تجتمع لتحول هذه السقطة إلى عدم ما يمكن كنا نقرأ في جامع المقدمات الماضي ما مضى وقته ولزم أجله ما يمكن بعد الآن هذا يقعد يفكر يلعن تلك الساعة التي ذهب فيها لتسلق الجبال يلعن نفسه يلعن صديقه الذي اقترح عليه هذا الاقتراح يلعن غفلته في تلك اللحظة اللحظة التي تزحلق فيها انتهى بعد لن يجدي لن يجدي البكاء على الأطلال والدمني انتهى مجال الرضا هو مجال الحتمية وإذا نريد أن نستعير عبارات علماء المنطق ومجال الحتمية هي مجال هو مجال القضايا الحملية أما إذا ماكو حتمية هناك مفترق طريقين أو مفترق طرق الآن واحد ضمآن هل يظل ضمآن أو لا ماكو حتمية إن ذهب إلى الناهر وشرب الماء ارتوى إن لم يذهب لم يرتوى لا توجد هناك حتمية هنا قضية شرطية منفصلة ذات شقة إن ذهبت إلى الناهر ترتوي من الماء إن لم تذهب إلى الناهر لم ترتوي من الماء هنا بعد واحد ما يتمكن يقول أنا راضي فقير يقول أنا راضي بالنسبة إلى المستقبل الله جعل أمامك طريقين إذا تتحرك تصبح غنيا بإذن الله من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها إذا ما تحرك قعد في بيته قال اللهم أعطني الله يقول أنا ما أعطيك هذا بالرواية ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم واحد يقعد في بيته ويقول يا الله أعطني الله يقول ما أعطيك فمجال الرضا بالقضاء كما يبدو لنا في بادئ النظر هو مجال الحتمية ومجال الحتمية هو مجال القضايا الحملية ومجال التغيير والتحرك والانطلاق هو مجال اللاحتمية ومجال اللاحتمية هو مجال القضايا الشرطية التي تتركب من منفصلتين أو قضيتين شرطيتين هذا بإيجاز البحث الثاني المحور الثالث معطيات الرضا رضينا بقضاء الله ما الذي يتحقق؟ أشير إلى نقطة واحدة فقط دققوا في هذه النقطة كثير من مشكلات الحياة بذاتها بما لها من الوجود الخارجي العيني لا تمثل عناصر لشقاء الفرد الذي يمثل عنصر من عناصر الشقاء كيفية تلقيك لهذا الواقع الخارجي كيف تتلقي؟ واحد بترت إصبع من أصابعه يقول في يوم من الأيام دخلت على شخص فرأيت أن يده بترت ما كاتب أن من أين بترت على كل حال يده كانت مبتورة ألفتني فقلت له ألا تتألم لأن يدك بترت؟ قال أصلا ما أفكر في ذلك وما ألتفت إلى ذلك أنا مو منتبه أنت ألفت انتباهي إلى هذه القضية أنا فقط أنتبه إلى أن يدي مبتورة عندما أريد أن أرتق ملابسي وثيابي هناك ألتفت أن يدي مبتورة يعني اليد المبتورة لا تشكل بذاتها مصدر من مصادر الشقاء كيف تتلقى هذه المشكلة؟ تلقيك هو المشكلة وليست المشكلة هي المشكلة كان واحد آخر هذا كان يقول أنا أتحمل كل مشكلة في الحياة كان موطن نفسه على جميع المشاكل إلا مشكلة واحدة ما أتمكن أتحملها وهذه المشكلة مشكلة فقدان البصر ما أتحمل هذه المشكلة وحقيقة هي طامة عظمى نعوذ بالله منها إحنا إذا يوم واحد نفكر أنه واحد يوم واحد ما يتمكن ينظر تظلم الحياة في عين سجن يشعر به يقول بعد مضي فترة طويلة وعندما بلغ الستين من العمر في يوم الأيام كان جالس على سجاد ينظر في نقوشه وخطوطه وإذا به يشعر بتداخل في هذه الألوان والخطوط والنقوش فقام فوراً وذهب إلى الطبيب الطبيب فحصه قال إحدى العينين قد عميت والثانية في طريقها إلى العمى هذا المحذور الذي كان يرى أنه لا يتمكن أن يتحمل يقول بعدين شعرت أنه هذه المشكلة أيضاً قابلة للتحمل وتلقى ذلك الرجل هذا الواقع برضاً تام العمى مشكلة ولكن المشكلة الحقيقية كيف يتلقى الفرد هذه المشكلة يمكن واحد أعمى سعيد في حياته ويمكن واحد بصير ويعيش في القصور ويرفل في الحرير وهو الشقي في حياته أنقل لكم هذه القضية نقلها العم حفظه الله شوفوا إحنا كيف نتلقى الحياة وكيف نتلقى مشكلات الحياة كيف نتلقى المشكلات العائلية واحد عنده زوجة تؤذيه زوجته لا تؤذيه هو يؤذي نفسه الأعداء هو اللي دا يؤذيه مو زوجته امرأة زوجها يؤذيها ويحطم حياتها ويدمر حياتها الزوج ما دا يؤذيه هي دا تؤذي نفسها العم حفظه الله يقول في يومي الأيام أنا كنت في البيت وإذا بأحد الخطباء الكبار جاء من طهران إلى قوم قلت له خيرا قال أنا أجيت إلى قوم لأشتري بيتا ما عنده بيت هذا الخطيب سنوات عمل كدح قاعدة يعني حتى جمع ثروة ليشتري بها بيتا ولكن أنا في السيارة نسيت المبلغ وضاع المبلغ الآن شوفوا هذه القضية إذا اتفقت لواحد مننا ذخيرة العمر كلها ضاعة كيف تتلقى؟ أنقل لكم نموذج مقابل تاجر هذا في الكتب مكتوب خسر في تجارته فكر أنا البيت اللي عندي الأثاث اللي عندي إلى متى أتمكن أعيش به أبيع الأثاث شيئا فشيئا وأعيش فكر فكر قدر إنه فكر وقدر فكر أن هذا الأثاث اللي عندي والأشياء تتمكن أن تؤمن حياته إلى عامين كاملين بعدين فكر بعد العامين شنو؟ أنا التاجر أذهب وأتكفف أجلس على قارعة الطرقات ماذا أفعل بعد عامين؟ على أثر هذا التفكير الشيطاني هذا التاجر راح وانتحار حتى بعد عاميا لا يتكفف مو معلوم واحد إلى بكرة هو حاي ميت الله مغير الأحوال مبدل الأحوال إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي توسل بالنبي صلى الله عليه وعاله فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي ليش تحملها من المستقبل؟ إيش في اللحظة الحاضرة؟ شنو يصير بعدي؟ الآن ماذا تفعل؟ الآن شنو وظيفتك؟ صلاة قم صلي نوم قم نوم بكرة شنو يكون؟ من الكلمات المنقولة عن المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام على ما أتذكر اللهم خبزنا كفافنا أعطنا اليوم خبز اليوم فكر بي بكرة شنو؟ انت شعليك بكرة؟ منو قال أكو بكرة؟ منو قال أكو غاد؟ هاي الصور الذهنية هي التي تخنقنا وتعصرنا وتحطم حياتنا وتجعل حياتنا مر فأكبر جاني على الإنسان هو نفسه هو الذي يحطم نفسه هو اللي يدمر نفسه هو اللي يشقي نفسه احنا جايين ثمانين عام في هذه الحياة ستين عام سبعين عام حتى نعبد الله ونذهب حياتنا نقضيه بهذه الأفكار المتشائمة السوداوية واحد يمشي في حياته يعبر ليتوقف يخطط طبعا أما أنه يدمر حياته ويدمر أعصابه ويدمر زوجته هناك بعض الأفراد يدمرون زوجاته أول ما يجي إلى البيت وجهه مكفهير ما ذنبه هذه المسكينة؟ المرأة أول ما زوجها يدخل تواجهه بالعبوس والكبا هاي الصور الذهنية هاي الحالات النفسية هي التي تدمر حياتنا وتشقينا حتى بعد عاميا ليذهب يتكفف وبعد عاميا انتحر بعد ماثر وانتهت روح انتحر مثلا يعني إذا يريد ينتحر أما لاحظوا هذا الخطيب العم حفظه الله يقول إجي وكأنه كل شي ماكو امضيع حصيلة العمر كل شي كأنه لم يحدث شي خسي ضاعس شنو فدعوته إلى الغداء فبقي وتغدى وكأنه لم يحصل شي وبعد الغداء نام نوما عميقا لكي لا تأسوا على ما فاتكم أمير المؤمنين صلوات الله عليه خاطب ولديه ولا على ما أتذكر ولا تأسف على شيء منها يعني من الدنيا زوية عنكم راح خليوا الأمل بالله في قضية في سفينة البحار مذكورة ما أريد أذكرها ذلك الرجل قال وَأَبْقَيْتَ لِي فِيكَ طُولَ الْأَمَلْ يَا بَارُّ يَا وَصُولُ الله سَلَبْ مِنَّا نِعَمْ عُظْمَا النِعَمْ سُلِبَتْ وَلَكِنَّ الْأَمَلْ لَمْ يُسْلَبْ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَامِرْ بِالْأَمَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرِ حتى بالآخِر الأمل بالله وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ إحنا يجب أن يكون عندنا أمل بالله في الدنيا والآخِر لاحظوا مقاطع دعاء كومي وغيره من الأدعي يا الله أنت صنعت كذا 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 هل تنساني؟ وحسب انطباعي عن هذا الخطيب لأني كنت أعرفه عن قرب عاش حياتا سعيدة مع أن حياتة كانت فيها بعض المشكلات سعيدة أكو بعض الناس واحد عندما يقعد وياهم يقول لش لونك كيف أصبحت يسوي لكم قائم راسي يوجع البارحة ما قدرت أنا وهكذا أكو بعض الناس واحد ما يحب يشوفهم لأن بمجرد ما يشوفهم تبدأ السلبية أكو بعض الأفراد عندهم حالة سلبية تشاؤم بعض الناس متفائلون منشرحون واحد يرتاح يجلس إليهم المحور الرابع والأخير الطريق إلى الرضا الطريق إلى الرضا بقضاء الله على نحو الإختصار ثلاثة أشياء أولا أن نركز نظرنا على الجانب المضيء من الحياة كل يوم كم مرة نقول الحمد لله رب العالمي في سورة الحمد أقل شي عشر مرات في فرائضنا اليوم الحمد الحمد إما مرادف للشكر أو يلتقي معه التقاء جزئيا على ما في كتاب المطول يقول بينهما عموم من واجه فيلتقي معه التقاء جزئيا أو كليا الحمد لله ثانيا أن تنظر إلى من هو أدنى مستوى منك كما أعماءك في العالم في آخر إحصائية أنه يوجد في العالم أكثر من خمسين مليون أعماء أكثر هذه النعمة اللي الله أنعم بها علينا نعمة الإيمان وما أعظمها من نعمة فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان نعمة ولاية أمير المؤمنين وأبنائها الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ما أعظمها من نعمة الله أنعم بها علينا وثالثا أن تعلم أنك مربوب لرب قدير حكيم وكل ما قدره الله لك في إطار الحتمية فهو خيرا لك وهذه الرواية التي تبركنا بتلاوتها عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله السخط على الواقع نابع من الجهل عندما تقول لماذا في دائرة الحتمية طبعا هذا الجهل يقال الوالد رحمه الله كان ينقل هذه القضية كأنه كان ينقل هذه القضية عن نصير الدين الطوسي وهذه الكلمة تدل على عمق علمه يقال إنه سؤل إذا الكون الله سلمه بيدك شنو تعمل الآن إذا الله يطيني مفتاح الكون كل ما تحب سوش إحنا نغير كل وضع الكون ما هو الشكل نصير الدين قال أنا ما أغير في الكون مقدار شعر لأن هذا النظام منه جعله في هذا الكون الله الله العالم الحكيم الرحيم الودوت الرؤوف هذا مثل ابن الولد الطفل ما يفتهم في كثير من الأحيان أنتو في اليوم الأول تردون تأخذوه إلى الابتدائية يبجي يشرت يسب المعلم في بعض الأحيان ما يفتهم تعالي اشرح لي أنه هذا في مصلحتك أكفت قضية لطيفة شيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليك أن ينقله مذكورة في كتابه يقول أبويا يعني شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم يقول هذا كان يعيش في قرية عند والده طفل في القرية عادة قرية فيها بساتين عدائق أشجار أوراق طفل يمرح هناك يقول فجاء زوج خالته يعني زوج خالته الشيخ عبد الكريم الحائري إلى القرية شاف هذا الطفل شاف طفل مو عادي طفل متفوق الطفل اللي إلى النبوغ يظهر نبوغه من أعماله من سؤاله من حركاته فقال لوالد الشيخ عبد الكريم الحائري حيف هذا الطفل يبقى هناك هذا يضيع في هاي القرية ابعثه إلى المدينة عندنا حتى يتعلم ويدرس ويكون له مستقبل الأب وافق فأخذ زوج الخال الشيخ عبد الكريم الحائري وهو الطفل وجاب إلى المدينة وخلاف الكتاب يعلمه العلوم العربية صارف ولغة وكذا وهذه العلوم مملة غالبا لكثير طفل طليق حور الآن تعالى تقيت فجدا كان متأثر وهو طفل في أيام طفولته فيقول فكرت ماذا أفعل قلت أفضل شي في عالم الطفولة ذا يفكر أفضل شي أدعو الله تعالى فقلت يا الله اقبض إليك روح هذا المعلم حتى نرتاح منه بس هو طفل ملتفت يقول بعدين فكرت المعلم الله قبض روحه ومات هو زوج خالتي ما يخليني فخاطبته الله تعالى مرة ثانية قلت يا الله واقبض إليك أيضا روح زوج خالتي يقول بعدين فكرت خب إذا زوج خالتي مات خالتي ما تخليني قلت يا الله واقبض إليك أيضا روح خالتي إحنا أدعيتنا هالشكل حقيقة إذا الدعاء كان يستجاب الله كان يقبض روح المعلم وزوج خالت شيخ عبد الكريم وخالت شيخ عبد الكريم شنو كان يصير شيخ عبد الكريم كان يصير يمكن يعني فد قروي يعيش في القرية ويظل إلى آخر عمره قرويا ما بي إشكال واحد يكون قروي قد يكون مؤمن مقرب إلى الله لكن ما كان يصير شيخ عبد الكريم الحائري الذي نرى هذه البركات الكبير على أثر جهوده من الناحية الظاهرية ومن الناحية الواقعية هي بركات كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم وقبل ذلك بركات الإمام الحسين صلوات الله عليه لأنه عند قضية مع الإمام الحسين عندما كان في كربلا الطفل إذا يفهم هذا المعنى أنني مربوب لآب قدير يريد مصلحتي يستسلم يرضى بما يخطط له الآب إحنا أيضا كذلك إذا تيقن بهذه الحقيقة لاحظوا الحديث يقول إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله هذه الكلمة صيغة أفعل التفضيل تدل على أن العلم له مراتب والرضا أيضا له مراتب كل ما العلم بالله يزداد الرضا عن الله سبحانه وتعالى يزداد إحنا يجب علينا أن نحاول أن نتحلى بهذه الفضيلة الأخلاقية في حياتنا الرجل يرضى عن زوجته الزوجة ترضى عن زوجها الإخوان يرضى بعضهم عن باع الإنسان يرضى عما قدره الله سبحانه وتعالى لا هذا مفتاح سعادتنا في هذه الدنيا ومفتاح سعادتنا في الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراضين بقضائح وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرّت شرّت شموس الهدي بالكلمات شرّتنا فأنا نرّت الأفهام بالآيات أسنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر